الإصارة والتشويق وصلوا لزروتهم في الحلقة الاربعتاشر من مسلسل نعمة الأبوكاتو لكن يترى الحلقة الخمستاشر والأخيرة بعد الأحداث الساخنة اللي حصلت في الحلقة الاربعتاشر بظهور الفلوس مع صلاح بالرغم ان نعمة حرقت الفلوس قصاده الظاهر كده ان فيه لغز جديد هنشوفه مع بعض في الحلقة دي وهنعرف مع بعض ازاي حل اللغز طبعا احنا شفنا في الحلقة الاربعتاشر صلاح وهو بيتحدى صار زوجته بان الفلوس موجودة وان كل شيء موجود وان الاربعتاشر مليون جنيه زي ما هم كاملين موجودين وحاطتهم كمان في الدولاب بتاعها وكمان هي ما كانتش مصدقة خالص لحد ما شافت بعنيها وهو بيشيل هدومه وبيرميهم على الأرض وبيباني الفلوس الاربعتاشر مليون جنيه كلهم كاملين وصدمة وكلنا زهلنا والصدمة كانت كبيرة لان احنا شفناهم وهم بيتحرقوا وهو بيتحصر عليهم بس يا ترى اللي حصل به حصل ازاي احنا بقى هنجاوبكم على اسرار وتسريبات الحلقة الاخيرة وحنعرفكم ازاي الفلوس ظهرت مع صلاح بالرغم من ان نعمة حرقتهم قصاده وصورته كمان فيديو وهو بيتحصر عليهم حل اللغز ان نعمة ما حرقتش الاربعتاشر مليون جنيه بتوع صلاح دي حرقت اربعتاشر مليون جنيه مزورين اتفقت مع المحامي خالد الأشقر ان هو يرتب مع حد والحد ده حنشوفه في الحلقة الاخيرة ظهور مميز للفنان احمد فهيم وهو اللي هيرتب المشهد كله مشهد الفلوس المزورة وحرق الفلوس وبالتالي صلاح استلم من مكتب خالد الأشقر فلوس مزورة وتخطف والفلوس معاه وتاخدت الفلوس منه وتحرقت وهي مزورة وبعد كده جات له بقى نعمة عند البيت بعد ما طبعا خدت اللي هي عيزاها بانها حرقت دمه وحرقت قلبه على الفلوس بتاعته وجات له وهي عاملة نفسها بتفتر على العربية بتاعتها وبتقول له الفلوس معايا الاصليين اللي مش مزورين واللي انا حرقته ده كانت فلوس مزورة وفتحت شنطة العربية وطلعت منهم اللي 14 مليون جنيه وودتهم له وعلشان كده هو حطوهم في البيت اللي هو خارج منه اللي هو بيت سارة خباهم بعد كده في الدولاب واستنى لحد ما سارة رجعت وشاف منها الوش التاني الوش بتاع صلاح الفقير وطبعا لما شافها قدامه وهي شايفة الفلوس ومبهورة وحط قديها على وشها ومش مصدقة من هنا بدأ بقى يعد خطته في الانتقام من سارة علشان هو اتفق مع نعمة وقال لها ساعة مسلمته الفلوس ان هو حينتقم من سارة وان هيعمل فيها اكتر من اللي يتعمل في نعمة نفسها وحنشوفه وهو بيمد ايده عليها وبيتخنقه وده بعد ما رمع عليها يمين الطلاق وقال لها بعينك لو هتشوفي جنيه واحد من الجنيهات اللي عندي وعمرك ما هتشوفي الفلوس دي ولا تستمتاع بيها ومش حسيبك تروحي ليسين ولا يكون لكي اي علاقات معاه وانا بايدي دول هخلص عليكي وفعلا هيخلص على سارة وهتكون نهاية سارة في الحلقة الاخيرة وبكده هيكون صلاح ورت نفسه في جريمة جديدة من جريمه